موسيقى الرابع والعشرون من شهر يوليو للعام 18 و 2000 أي الأمس بدأ فيه التطبيق الفعلي لأسعار بيع المنتجات النفطية وفق الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في الأيام الماضية حيث خفضت أسعار المنتجات النفطية وذلك وفق إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين حمل كهل الأزمة الاقتصادية وتم تعديل الأسعار على النحو التالي حيث خفض سعر اللتر البنزين الواحد إلى 518 فرانكسيفا أي ما يعادل 103 ريال و3 سنتيمات متراجعا عن السعر السابق ب50 فرانكسيفا أي ما يعادل 10 ريالات فيما خفض سعر اللتر الجازولين الواحد ليكون ب548 فرانكسيفا أي ما يعادل 108 ريال و8 سنتيمات كما سجلت الأسعار الجديدة للمنتجات النفطية أيضا انخفاض في سعر وقود الطائرات جيد ألف واحد حيث أصبح اللتر الواحد ب550 فرانكسيفا أي ما يعادل 110 ريالات والكروسين قد أضحى لتره الواحد ب392 فرانكسيفا بيان أسعار المنتجات النفطية تخطر فيه السلطات العليا لتنظيم القطاع البترولي المسوقين والموزعين والمحطات بتطبيق هذه الأسعار على كافة الأراضي الوطنية